من الماضي فكان يمسك جزء منه قل لك فلاني فلاني اللي في السجن خرجوه كلمك أم رئيس مبارك رحمه الله ففلاني فلاني ده يجب أن تخرجوه فيروح وزيري خارجية أحمد أبو الغيط واشنطن يلتقي كوندليزا رايس فتقعد وهو عارف رايح وعارف هيتكلمه في إيه وتبدأ تتكلم بطريقة معينة فتقول أنا لما هخرج معك في المؤتمر الصحفي هقول أنه لابد من الإفراج عن أيمن نور كان وقتها أيمن نور في السجن تاني لابد من الإفراج عنه وعلى مصر كان كده اللي هو إيه أمر فقال لها لو هذا الكلام حصل قدامي أنا هرد فخرجت تشورت مع كبار مساعديها في مقر الخارجية الأمريكية ورجعت له قالت له خلاص هقول صيغة أخرى وقد كانت الصيغة الأخرى ورجع السيدة أحمد بغيط من هزير زيارة وكانت زيارة صعبة جدا أعتقد كانت 2005-2006 ربما فبراير 2005 أو 2006 كانت زيارة صعبة جدا رجع قاعد مع الرئيس مبارك شرح له قال له زيارة سيئة وأطلع الرئيس على الله حصل فالرئيس قال له إيه رئيس مبارك قال له أنا عارف هيعملوا كده عشان هم ليهم طلبات معينة خاصة بتواجد أمريكي قاعدة عسكرية والرئيس مبارك رفض خلي بالك خلي بالك فيضغط عليه بملف آخر آه ورفض وقال له بالمناسبة هقول لكم حاجة في منتهى الأهمية قال له بالمناسبة كلام ده بقول لحضراتكم 2005 أو 2006 قال له الأمريكان ده من اللي بيقول الرئيس مبارك لسيد أحمد بغيط السيد أحمد بغيط حي يرزق كان وزير خرجية مصر وكتب هذه الجملة في كتابه شهادتي قال إيه إنه الرئيس مبارك قال له في الوقت ده 2005 أو 2006 الأمريكان مش هيسبوني وقد حدث 2011 2011 الأمريكان إيه مش هيسبوني وحصل 2011 لما بقول لحضرتك كده تبعارف الأمريكان قس أي إجرام بيحدث في المنطقة وفي العالم البلد اللي بتتكلم على الديمقراطية وتروح تغزو العراق الشقيق 2003 غزوه وتدمير العراق وتدمير الجيش العراقي ومؤسسات العراقية بالكامل ولم تقعد العراق حتى اليوم من 2003 وكان ده الهدف بأكاذيب روجوها إنه عنده نا ولا كان نا ولا كان أي شيء ولا حاجة ملقوش ولا حتى يعني صاروخ ولا يعني شوية يورانيوم ولا أد فينجان ده ولا شيء مجد خالص ولا حاجة هو بس أكاذيب فروج أكاذيب يلحق البلد دي عشان إيه يدي نفسه هو مين بيروح يضرب في الدنيا كلها ويمشي ما حدش بيحاسب أمريكا أفغانستان وعمل يوم وخدوا درس وخرجوا من أفغانستان صرفوا 2 تريليون دولار 2 تريليون وفشلوا في أفغانستان وشر هزيمة في أفغانستان وغير أفغانستان يضرب يدي نفسه حق يقتل في كل حتة في العالم ترجمة نانسي قنقر